الطريقة الأولى طريقة العصف الذهني اللي هي البرينستورمين هذه الطريقة عادة يكون في لها احتياج طالما أنها هي عملية عصف الذهني العصف الذهني أفضل طريقة له عشان يعني ينجح أنه ما يكون شخص يعني ما يكون فردي ما يكون شخص لحاله يحتاج أنه يكون فيه مجموعة عدد 2, 3, 4, 5 بغض النظر يكون فيه عدد ويبدوا يفكروا مع بعض بحيث أنه كل فكرة بتلاقيها تتراكم على الأفكار السابقة عشان كده هي اسمها عصف ذهني لأنها شبه العاصفة تبدأ بأفكار صغيرة وبعدين تبدأ تتراكم عليها بالأفكار الثانية لكن هيكون فيها احتياجات الاحتياجات اللي إحنا هتكون ضروري وتواجدها اللي هي أول شي قلنا أنه يكون فيه فريق أيش للتفكير ثاني شي فيه شخص يكون منظم بحيث أنه يوجه هالأفكار أوكي انت أخذت مثلا دقيقة خلاص يكفي الدقيقة تعال نشوف هايش اللي بعد وانت الآن نص دقيقة بدأت تعيد في نفس الكلام خلاص وسط النقطة خلينا نشوف اللي بعد يكون فيه دبلوماسية كويسة بحيث أنه ينظم عملية إدارة الاجتماع هذا اللي هو عبارة عن عصفة ذهني الشي الثالث اللي يحتاج أن يكون موجود لازم يكون فيه شخص جاهز قاعد معه ورقة وقلم وقاعد يكتب الأفكار اللي تطلع من الناس هذه يعمل تدوين مدون للأفكار هذه الآن هل يشترك معهم في الفكرة أو لا ما عندنا مشكلة طالما أنه ما راح يأثر على أداؤه في التدوين وما راح تكده تعدي فكرة كده هو ما كتبها إذن إيش ما عندنا مشاكل ممكن يشارك معهم في الأفكار بس إيش لازم يكون أداؤه أو يعني مهمته الأساسية هي التدوين طب كيف أو إيش هالقوانين الأربعة اللي لازم تكون مولودة في العصفة الذهني أول حاجة ما يكون فيه انتقادات أو جدال كل واحد يقولها الفكرة اللي عنده حتى لو كانت الفكرة مايحلوة ممشكلة لسه أقوله لأنه أحيانا بعض الأفكار الممتازة تطلع من الأفكار اللي ممكن يشوفها سخيفة أو بسيطة فخليه يقولها الفكرة هذه لو ممكن نجيب فكرة اللي جنبي أوه لحظة أنت كيف فكرت فيها صحيح طريقتك ماهي مرة لا إحنا نطور عليها ونزود عليها بعض الأشياء هذا الشيء الشيء الثاني القانون الرابع أنه هدف حقنا أنه إحنا نولد أكبر عدد ممكن من الأفكار عشان كده في عندي واحد مدون وجالس يكتب كل الأفكار هذه اللي موجودة الشيء القانون الرابع الثالث أني أنا يحتاج أحافظ على طلاقة الأفكار هذه خليها تنطلق ما أبغاها توقف هنا فكرة هنا فكرة هنا فكرة هنا فكرة قلنا لا انتقاد ولا جدال لا نخرج من الموضوع أبدأ قيم الأفكار خليها كلها تطلق في واحد جالس بيدوم والقانون الرابع أننا في النهاية ممكن أضم وأحسن هذه الأفكار طب كيف طريقة العمل الآن يحتاج أنه يكون الوقت لا يزيد عن ثلاثين دقيقة في الاجتماع هذا لحل المشكلة هذه وأفضل حاجة نسويها في بعض الأحيان أنه إحنا نكتبها المشكلة الحقيقية لأنه إحنا حلينا خلاط أينها طلعنا بالمشكلة الحقيقية نكتبها بشكل واضح ومعروض للجميع بحيث أنه كل واحد جالس بيطل وبيفكر عساس نخليه الحواسي تشتغل ونقدر نطلع الأفكار اللي نبغاها نكتبها إما على صبوره قدامنا نكتبها في ورقة على الطاول اللي حنكون شغالين عليها كل واحد يكتبها بيده قبل ما نبدأ في عملية العصفة الذهني اللي يناسبوا اللي ريح المجموع هذه هي طريقة العصفة الذهني طريقة جدا فعالة ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة